مساء الخير وكلكم على ما يبدو بخير وكلنا بعد الزلزال مكلوم أتمنى شفاء عاجلا للمرضى ورحمة ومغفرة للهلكة وإعادة إعمار عاجل لمنطقة الضمار نزل علي باللوم بعض أصدق لأني تناولت موطوع الموت ثم أدرك الموت بلادنا بفعل الزلزال أفصح أني لست عرافا وإن تناولت الموت من حيث الدفن لا من حيث أنه فرض أو نهاية طبيعية لكل البشرية وفي جميع الأحوال ارتأيت أن أمكث شهرا كاملا وإني بصدد تقديم الحلقة الحادية عشرة وإني بصدد تقديم الحلقة الحادية عشرة مثابعا الحديث عن أطلس مدافن تملي وما يشبهها من المدافن وسلف أن قدمت في الحصة الماضية سردا للمدافن القديمة مدافن تملي على وجه الخصوص ووقفت يوم اثنين من شهر شتنبير الماضي وقفت عند مدافن تدغى ثم صعدت الجبل إلى تدغس بحوض غريس واستمر سيري إلى حوض زيز عبر منبساط أطلع لص الفاصيل بينها زيز وغريس لأدخل تمقورت المسمات تمغس أيضاً في بداية القرن الماضي ولم أغفل الحديث عن مواطع التمول بزوية سيدي بوكيل بحوض يزيد بجمعة مزيز والمدافن العميقة لكاتاكومب بغرب بليت ثم أعذر فقد فلت لساني يومها وقلت إنها التمولي والواقع إنها مدافن عميقة وفي يومها اثنين من شهر شتنبير زرت مقبرات قبيلة بليت لمصمودية نسبة إلى مصمودة وأما السكان مواطع بليت حالياً فهم بقايا قبيلة التي هجرت إلى إيجيغو في الحال بإقليم بولمان وأنهيت مدخلات يوم السبت اثنين من شهر شتنبير الماضي بالوقوف عند أرجان تمولي بشمال مدينة كسلوين لأثارها ويوم أمس ثمانية وعشرون من شهر شتنبير بدت لملامح مدفن عميقة أخرى بشمال زاوية سيديبوكيل بشمال طريح سيديبوكيل معنى ذلك أنه من غربي بليت إلى تمقورت حيث توجد إمارشن بو إمارشن أي المدافن تليا تمولي إمارشن بالأمازيغية شريط من الأقليات الدينية هناك وثنيون قدماء يهود مسيحيون في عهد للطهار المسيحي ثم المتصوفة طرقية طبعا بكل من زاوية سيديبوكيل وتبيا خلاصة النوات زيز في مصاريه الغرب الشرقي بين تمقورت وقسلوي طبعا هو الحد الشمالي لأرجان تمولي وليس لانكسار الأطلس الجنوب جنوب الأطلس كما أشار إليه جاك موني في أحد أعداد مجلات هسبيريس ولم تريد أي إشارة حول مدافين زيز عند جاك موني في الجزء الجبلي الأطلس وتبقى الهضب الممتد جنوب جبل الأطلس الكبير الشرقي تبقى ميدان الحضارة القديمة تمألمها وحدتين غنيتين من الأرجان وحدات ثم الأرجان بحوط درعة و وحدات الطوس يتكوى المجتمع القديم من فئتين يتكوى المجتمع القديم بجنوب شرق المغرب من فئتين فئة السود المستقر وفئة الروحان البيض المتنقلين وهم الذين تحولوا في ظرف زماني يتعذر تحديده إلى مستقرين ومالك الأرض وإنه من صعب تتبع ما صار الانتقال من الترحال إلى الاستقرار لكن بعد الثويق الذي فرضه السلطان مولا إسماعيل في القرن واخر القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر الثويق الذي فرضه على الجبال الأطلس المتوسط الأطلس الكبير طبعا بدأت المقابر القابلية تصدح في الميدان مقابر تخيسة وبني حسن في بودنيب مقابر قروان بأسف ملول وغريس وأعليزي إلا غير ذلك مقابر مقابرة سيدي بوفتيس مقابرة قرب بحيرة الظلي مقابرة بغرب قرية تخيط مقابرة شمال الغرب قرية علي وداود وبقرب منطقة هناك مقابر وفي جميع الأحوال فالمقابر الممكن ملامستها في الميدان مقابر الأقليات العرقية دات قرابة دموية مقابر عائلية مقابر عشائرية للعشائر ويمتد مجال دفن مجال مدافن تمولي أو مجال الدفن من صمات التمولي ليشمول كل بلاد المغرب المغرب والجزائر وتنس ثم موريطانيا وأفزان ومصر وأريتيريا وسيناء إلى غير ذلك وفي شمال إفريقيا نلف تمولي أغلبيات أرجام تمولي بالمجال الصحراوي وبعض الأفراد بالأطلس كبير الشرق وجل مدافن شمال إفريقيا تشمل بعض المنقولات لذلك تستهدفها مافيا البحث عن الكنوز فمن المنقولات الفخر وقصور بطل النعم والعقيق كورنالين وقطاع من النحس والحديد والبرونز ونقود قرطاجية ونميديا ورومانيا وقطاع من الخشاب والجلد وقمش من الصوف وقطاع من أكسيد الرساس الأحمر والسؤال الذي يطرح نفسه من هم أهل الأرجام والمداف تلية هناك من ينسب هذه الأرجاء إلى جيتوليين لجيتول يقول زلن بالأمازيغية وهو تقدير طعف وارد ولكنه طعف وتبقى ثلات افتراطات أوردها جايك بوني افتراط الأول أن تكون هذه المدافع للمستقرين للمستقرين طبعا السود بالدرجة الأولى أن تكون هذه المدافع للمستقرين عماء بستانيون بالواحة وهم من علق أسود الافتراط الثاني أن تكون لرحال أمازيغية معبنهم قربة دموية وهم من العرق البيض الافتراض الثالث أن تكون خليط أن تكون عبارة عن خليط من السود والبيض اتخذوا بساطة موحدة للدفن وتبقى هذه الافتراضات واردة إلى حين إجراء خبرة على عظام الهلكة وإلى ذلك الحين ودعكم أقنجح السورفة تنمرت موسيقى